قال تعالى النبد بالآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا نداء خاص لعباده المؤمنين خاصة ومعنات يا معشر المؤمنين أحفظ نفسكم وأهلكم والأهل قالوا يشمل الأولاد والبنات والزوجات وكل الأهل يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم أحفظ نفسكم وأهلكم من نار وقودوها الناس والحجارة الناس الكفار والحجارة الأصنام البعبد وهدوا قد يهنم أحفظ نفسكم من النار دي والعلم قالوا معنا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقالوا الأهل يشمل الأولاد والبنات والزوجات والأهل نحفظهم قالوا بيشنوا بتعليم أمور دين ونحسهم ونقدم منهم صغار يشبوا على طاعة الله يشبوا على الصلاة على الصيام على الصدق على العفة على النزاهة على الأمانة على مكارم الأخلاق لما الولد والبيت منهم صغار من نعمة أطفال أصفار نعلمهم نأسس فيهم معرفة الله والتمسك بالدين بيشب عليك دي زي ما عندنا المسأل السودان يقول لك من شب على شيء انشاب عليه وبعدين قالوا الولد دا لما نعلم العلوم الدينية بيجانب العلوم الأكاديمية نحن محتاجين للعلوم الأكاديمية لرفعة السودان والإنسان ما بقدر يشطه يحطريه في الزمن ده في المعيشة اللي يكون متعلم وكمان بجانب العلوم الأكاديمية نعلمنا العلوم الدينية عشان يشب علي طاعة الله والولد دالبيت لما يشب علي طاعة الله مع قلوب عمران بنور القرآن بذكر الله بالأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام يشب علي طاعة الله ينفعون في الدنيا والآخرة ينفعون في الدنيا بيدعو لينا وعملنا الصالح في الدنيا ده ذات عندنا من نصيب ولما نرحل للدار الآخر بيدعو لينا والعلماء قالوا أي عمل صالح تعمل البيت يعمل الولد اللبو واللم حيين ميتين عنده النسبة من عمل الولد ده لأن الولد الصالح والبيت الصالحة تعتبر صدق ياري قيم بذاته بالنسبة للوالدين زي مثلا أبو بنا لمزجد أي ذو دخل المزجد صلى لذا نزن السواب للناس البنو المزجد كذلك الولد ده أسسناه زي ما أسسنا المزجد بطريقة صحيحة وطلع ولد شاب بيد شاب متدينة بتصلي بتصوم أي عمل صالح تعمل نحن عنده مننا نسبة وبعد الموت دعو لينا عندنا نسبة ما دعو لينا عندنا نسبة ونضرب لينا مثال أسن نحن نصلينا الجمعة لا جمنا سيرتما ولا جمنا سيرتابونا أبونا وأمنا عنده النسبة من صلاة الجمعة صليناها دي وهكذا لقد ما نموت أي عمل صالح نعمل اللم واللبو عنده النسبة لكن عدى اللبو واللبو دي ما علموا ولدنا الصلاة ولا بيت تهون طالعوا لولاد تاركين صلاة يبقى ما حينسفيدوا منه نعم نحن ناخد أول